هذا كل ما بقي من منال عاصي بقايا صور وحرقة في قلب عائلتها المفجوعة منال قتلها زوجها لأنها رفضت زواجه الثالث عليها ضربها حتى الموت وشبته هيكي عم يغفت فيها وكان يمكن مع النفى من قبل قبل ما يتعرف اللي لأنه مش بساعة وبساعتين هيدل بتموت الوحدة لا خير تقلب الوالدة صور منال ومعها تستعيد اللحظات الأخيرة حين فشلت هي وأخواتها بإسعاف منال التي غطاها الدم وتقول إن ابنتها التي اعتادت عنف زوجها كانت تسكت تجنبا للسمعة السلبية التي تطال المطلقات في المجتمع مش بس بنتي يمكن كل العدل عم يتعادل لك بس ما عدين يحكوه لأنه ما في كانوا ما في عدل مش إنه واحدة بإفرادية بها يكون يمكن كل العالم تتاكل أطللس ما بتستعيد تحكي لأنه ما عندها حق يابي طالب بيت أهلا يابي طالب الطريق يابي طالب مش بسير مش تمهنا كتير سئيل كتير ضي يعني ما في رعاية للإن يابيقولوا عملي شي لتركها يعطلها يعني ما بيرحمها رغم قطلة بس ما عم بيرحموا للمرأة لم تكن قصة منال فريدة فقد رصدت سجلات جمعية كفا المدنية حالة وفاة امرأة شهريا جراء العنف المنزلي المركز المتواضع يستقبل مئات الحالات المعنفة يأتينا وقد ارتسم العنف على محياهن في ظل غياب إجراءات ومؤسسات الحماية مش مقبول القضاء ولا القانون يقبل أنه سيدي بعد ما تموت نتيجة عنف أسري وهي الضحية لمجرد أنه جوزة قال أنه والله كانت مصاحبة علي بفتح أنا ما لا أفتح إيه إذا هي مرتك بزنة ولا لا هيدا عم نقتلها مش مرة واثنين أكتر من مرة وإذا هي سكتت 15 سنة على العنف اللي عم تتعرض له كرميل بانيتا عم نجي نحن بمساهمة معه بتشهير صمعتها نقتلها مرتين يقدم بانيتا كفا جمعية تسعى إلى توعية النساء بحقوقهن في بلد يفتقد النصوص والتشريعات التي تحميهن من العنف الأسري ومعها تعمل لتأهيل عناصر الأمن لاستقبال المعنفات وملاحقة المتسبب القانون الذي استغرق مئات الجلسات من المناقشة وتم تعديله بما لا يتعارض مع توجهات المحاكم الشرعية موجود في مجلس النواب بانتظار أن يفتح باب التشريع بعد إقفال باب المناكفات السياسية أنا بعتبر أن المشكلة العلاجه بأربع أطر الإطار الأول هو قانون سليم وكافي اليوم القانون مش سليم بكل شيء ومش كافي بكل شيء بد يستكمل أن هون أهمية القانون الجديد المستوى الثاني هو التطبيق لأنه بقدر يكون عندك قانون جيد بما فيه القانون اللي بيجرم القتل ما في شي بيبرر أنه رجال يقتل مرته ما في شي بيبرر القانون شو بقول أنه لازم يكون في نيابة عامة متخصصة بالعنف الأسري ولازم يصير في قطعة متخصصة بقوة الأمن تتضمن نساء يتم تدريبة تدريبا كافيا على إدارة ومعالجة مشاكل العنف الأسري هذا اليوم عم بيصير حتى قبل صدور القانون هذا حسن الأداة الرابعة هو المستوى الثقافي وتغيير الزهنية وإلى حين صدور قانون حماية النساء فإن الجمعيات المدنية تحمل السلطات الرسمية مسؤولية كل قطرة دم تذريفها امرأة معنفة من العاصي ورولا يعقوب وأخريات بقيت أسماؤهن مجهولة كثيرات قضينا ضحايا غياب التشريعات التي تحميهن وربما هناك كثيرات أيضا سيسقطنا بصمت من كرسته الأعراف والتقاليد الاجتماعية الحلقة الأضعف بانتظار اعتراف المجتمع اللبناني بتجريم العنف الأسري داري الحلو سكاينيوز عربية بيروت تنضم إلينا من لبنان الناشطة في حقوق المرأة رندا يسير أهلا رندا إلى متى سيتم انتظار إقرار هذا القانون الذي يجرم العنف ضد المرأة في لبنان سباح الخير أولا لي سلام ويوسف سباح نعم طبعا تجريم العنف الأسري في لبنان هو مسؤولية موجودة عن كل الرجال السياسة ورجال الدين أيضا الذين هم يقفون وراء منع هذا القانون من أنه يصل إلى الإقرار وأيضا أن يصل إلى التطبيق وإشكالية السياسيين ورجال الدين في لبنان هي مرتبطة بآراء شخصية هي مرتبطة بآراء غير صحيحة نحن نبحث عن القانون الذي يجرب أي نوع من العنف والعنف الأسري هو واحد من هذه الجرائم طيب رندا أود أن أسألك عن موضوع الانتظار حسب ما قرأت أن هذا القانون إقراره سيتم بعد سبعة أشهر حتى تنحل أو دعينا تحل الخلافات السياسية في هذه الحالة كما يجب على المرأة أن تتحمل مثلا المرأة بهذا الوقت تحملت كثيرا ولكن الوصول إلى مواقع القرار والصراق عاليا بات من مسؤوليتنا كمجتمع مدني وأيضا كمؤسسات أعلامية من الواضح أن هذا الموضوع أخذ رواجا بشكل أكبر بكثير من السنين الماضية على المستوى الأعلامي وأيضا من الواضح أن صورة المرأة التي تستطيع أن تقوم بالقيادة وبالريادة باتت نموذجا إضافيا من الضروري أن يطرح لكي تصل المرأة إلى مواقع السياسة فالإشكالية في التشريع في أي دولة عربية هي مرتبطة بوضع القوانين ومن الذي يضع القوانين والوصول إلى مكان التشريع أي المجلس النيابي يحتاج إلى قوانين الانتخابات التي ترعى هذا المجال والنساء في لبنان إسوة بعدد بسيط من الدول العربية الأخرى يعانينا من أشكالية عدم وجود الكوتا النسائية التي تسمح لوصول النساء الذين يستطيعون أن يطالبون بإقرار هذا القانون من خلال المجلس النيابي ومن الواضح من خلال ليبيا التي استطاعت أن تضع كوتا للجنة الدستور كيف يستطعنا أن يضعنا ويشرعنا قوانين مرتبطة بحقوق النساء وحقوق الإنسان بشكل عام ولكن في لبنان ما زالت المرأة بعيدة عن مواقع القرار لكي يستطيع صوتها الذي يصل من خلال المظاهرات أن يترجم من خلال التشريعات القوانين والمطالبة بالإجراءات الإدارية التي سوف تسمح للمرأة أن تمنع العنف أن يمارس عليها حسب ما قرأنا ونعرف أن الموضوع في خلافات فعلا سياسية عليه في مشكلة في مسودة المشروع هناك اعتراضات دينية هناك اعتراضات بأنه تم توسيعه بشكل يصعب حتى تطبيقه وهناك من يطالب بأن يركز فقط على موضوع العنف الأسري هل فعلا المشكلة تزيد عن موضوع الخلافات في الرأي إلى هو صيغة المشروع نفسه صيغة المشروع هي شاملة وكاملة وتتبنى كل أنواع العنف التي تطال النساء على مستوى الأسرة في لبنان ولذلك الإشكالية كما ذكرنا آنفا بأن المشكلة هي عند أشخاص بدأنا يشوهون شوهوا هذا القانون وبدأوا أن يعملوا على شرذمة هذا القانون واشتزاء أجزاء منه بما يتناسب مع التشريعات الدينية وبقت المرأة هي ضحية العقلية الذكورية التي تمارس بحقها على مستوى القوانين التي موجودة منذ زمن طويل في التشريعات اللبنانية فعلا هذا موضوع العقلية هل يمكن لقانون أن يغير السلوك أن يحسن السلوك أم أن الموضوع يحتاج إلى تربية إلى ثقافة الطفل الذي يتربى في عائلة فيها عنف أسري أم أن القانون سيحل كل شيء شكرا لهذا السؤال العمل على القانون يجب أن يكون بشكل متوازي ومتساوي مع العمل على تغيير العقلية الذكورية ودعني أقول هنا مثال جدا بسيط هل كل رجل عايش العنف الأسري هو رجل عنيف اليوم؟ أكيد لا هل كل رجل لم يمارس العنف في منزل العائلي هو رجل غير عنيف اليوم؟ أكيد لا ولكن هي العملية العنف وممارسة العنف هي اختيار وهذا الاختيار يرتبط بوجود الرادع القانوني والاجتماعي والقيمي عند كل إنسان لعدم ممارسة هذا العنف لذلك لا نستطيع أن نقول للإنسان لن نضع قوانين تلزمك بحزام السير ولكن هذا الحزام هو قانونا يجب أن تضعه وإذا لم تضعه سوف تدفع ثمن عدم وضعه لأن الدولة من مسؤوليتها أن تضع القوانين التي تحمي الإنسان من العنف الذي يمارسه على نفسه وأيضا من العنف الذي يمارس على الآخرين طيب ألا تعتقدين رندا أن تغاضي القانون عن هذه الظاهرة ظاهرة العنف ضد المرأة سيفاقم الظاهرة بحد ذاته سيجعل هناك أكثر يعني عدد ضحايا العنف خصوصا للنساء أكثر ألا تعتقدين ذلك؟ ضحايا النساء سلامهم كثر ولكن الفرق هو وجود الآن المؤسسات المجتمع المدني التي استطاعت أن تجد السبيل إلى وسائل الإعلام وإلى الرأي العام لتطلق السرقة وتؤكد أن هذه الظاهرة هي ليست ظاهرة داخل الغرف المغلقة هي ليست موجودة هناك ولا أحد يعلم بها الجريمة لا تحصل إلا في مكان مغلق بعيد عن الرأي العام وواجب المباحث الجنائية وكل وسائل البحث الجنائي في الدولة أن تتحقق عبر الدلائل والبراهين عن وجود هذا الجرم أو عدم وجوده إذن حتى من اختصاب الزوجة إلى أي نوع من التحرش الذي يطال الأطفال والنساء من أفراد العائلة يجب أن يكون مقونا وعند إذن تعمل المباحث على إثبات هذا الجرم ومن ذلك يتم القانون أخيرا باختصار لبنان بلد فيه المرأة تتمتع ربما بحريات أكثر من أي دولة عربية أخرى ربما من ناحية الحريات الفردية لنقل الشخصية هناك من يقول بأنه لديها الجرأة على أن تقول بأنها تعرضت لعنف داخل الأسرة المجتمع قبل القانون أسرة هذه المرأة ألا تتحرك لمنع هذا العنف عندما تسمع به للأسف الأرقام والوقائع لا تقول أن النساء في لبنان هن متحررات على مستوى العنف الأسري لأن العقلية التي ننشأ عليها على المستوى العلاقات الاجتماعية على مستوى المبادئ التي نربع عليها المبادئ الدينية تجعل من المرأة قابعة تحت مبادئ أن المرأة لا تستطيع أن تهدم البيت الذي هي من مسؤوليتها أنها تبنيه وتبقيه متضامنا فالمرأة اللبنانية إسوة بكل النساء العرب اللواتي يواجهن مشكلة بوجود قوانين أو بعدم وجود قوانين بالعقلية الذكورية ولكن ما أن يقع العنف ويوجد القانون الذي يردع هذا العنف سنستطيع أن نعمل على تغيير العقلية التي تسمح للرجل فقط لعلاقته وصلة الدم التي موجودة كرابط أبوي أو رابط أخوي أو رابط زوجي أن يسمح لنفسه أن يقوم بهذا العنف ولذلك التشريع والقانون هو إلزامي كما هو موجود في كل الدول العالم ليعمل دور من أدوار المجتمع المدني ومن أدوار السلطة في الدولة لمنع ظاهرة العنف على أي إنسان كيف إذا كانت المرأة التي تقوم بتربية أجيال وشعب هذا الوطن رندا طبعا أتمنى أن يتم إقرار هذا القانون تفاديا لهذه الظاهرة إذن الناشطة في حقوق المرأة رندا يسير شكرا جزيلا لك رندا